الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي أرحم الراحمين وبعد فنتناول إن شاء الله في هذا اللقاء بعض فوائد معرفة أسباب النزول وكنا في اللقاء السابق قد ذكرنا أربع فوائد وهي يعني اللقاء السابق والذي يليه وهي نجميلها مرة أخرى بيان أن القرآن نزل من الله تعالى ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم والأمر الرابع وهو أهم وأسباب النزول فهموا الآية على الوجه الصحيح وكل من ذكر فوائد معرفة أسباب النزول لا بد أن يذكر هذه الفائدة لأنها هي الفائدة الأهم والأبرز هذه الفوائد الأربع تناولناها بالأمثلة وركزنا في ذكرها على ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه أصول في التفسير وهو الكتاب المختصر الذي كنت قد نصحتكم بأن يبدأ به طالب العلم ويطقنه ويحرص عليه نكمل ما يتعلق بمعرفة الفوائد من خلال ما أورده الشيخ مناع القطان رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن فبدأ بذكر هذه الفائدة فقال لما تكلم عن فوائد معرفة أسباب النزول قال بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة وهذا تكلمنا عنه لما بينا أهمية أسباب النزول ولكن طبعا الأهمية هو الفوائد متقاربة متداخلة فالأهمية تركز على القضايا الكبرى التي تتعلق بأسباب النزول والفوائد تذكر الفوائد على وجه التفصيل هذه الفائدة التي تتعلق بمعرفة الحكمة التي تعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة لم يذكر لها الشيخ مثالا وذلك لأن كل أسباب النزول تعتبر مثالا لهذه الفائدة التي هي كما ذكر الشيخ مناع القطال نقرأ كلامه نذكره لكم لما تكلم عن فوائد أسباب النزول قال لمعرفة سبب النزول فوائد مهمة أو أهمها وذكر هذه الفائدة بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة هذه القضية يولغ وقضية كبرى وخاصة للفقيه والعالم الذي يهتم ببيان أحكام الشريعة لأن معرفة العلل والحكم من الأحكام مهمة جدا يحتاجها الناظر في كتب الفقه والمستنبط للأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة وخير ما يعين على معرفة الحكمة إذا لم تذكر صراحة من الحكم هو الملابسات التي ترد في النص ومن هذه الملابسات ما يتعلق بأسباب النزول فإذا تأملنا أسباب النزول وأمعنا النظر فيها وحاولنا أن نستخرج ونستنبط حكمة الشريعة في هذا الحكم الذي ورد في الآيات فإننا نخرج بفقه عظيم وعلم غزير ولذلك فإن الفقيه حقا هو من عرف علل الأحكام وحكمة الشرع في تشريع هذه الأحكام وهذه القضية أشار إليها الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله في كلام الله لعلي أذكره لكم هنا قال في كتاب طبعا جاء في الفتاوى الكبرى البنتيمي وجاء في مسألة في نكاح في أن نكاح المحل الباطل ذكر في سياق كلام الله وأرجو أن تتأملوه قال فأما أهل العلم بالله وبأمره فعلمهم متلقا عن النبوة إما نصا أو استنباطا فلا يحتاجون إلى أن يضيفوه إلى أنفسهم يعني هذا العلم الذي استنبطوه وأخذه لا يضيفون إلى أنفسهم لأنهم تلقوا من النبوة ومن مراث النبوة فلا يحتاجون أن يضيفوه إلى أنفسهم وإنما لهم فيه الاتباع الشاهد قال فمن فهم حكمة الشارع منهم كان هو الفقيه حقا هذه عبارة مهمة قالها عالم خبير بصير بأحوال العلماء قال فمن فهم حكمة الشارع منهم يعني من أهل العلم كان هو الفقيه حقا كان هو الفقيه حقا لا صح طبعا مما يعين على هذه المرحلة والوصول إليها هو معرفة أسباب النزول لأنها تعين على ذلك فهذه فائدة أوردها الشيخ مناع القطار ذكر فائدة أخرى وهي الفائدة الثانية قال تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم يعني النازل الآية إذا كانت بصيغة العموم تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهذا خلاف الراجح فالراجح هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وسيأتي مثال لها فلا نستبق ذكر هذه الفائدة وإنما سنذكرها بالتفصيل عند ذكر قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من الفوائد التي أوردها الشيخ أيضا إضافة إلى ما سبق من الفوائد نذكر الفوائد التي ذكرها الشيخ قال إذا كان اللفظ عاما قال إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته ولا يصح إخراجها هذا الكلام يذكر أهل العلم في فوائد أسباب النزول بمعنى إذا كان اللفظ عاما وخصص في موضع آخر أقول إذا كان لفظ ما يعني في آية نزل عاما وورد دليل على تخصيصه يعني خصص في موضع آخر فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته يعني على ما عدا صورة السبب ولا يصح إخراج صورة السبب لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي فلا يجوز إخراجها بالإجتهاد لأنه ظني هذا هو ما عليه الجمهور ويمثلون لذلك بقول الله تعالى بالمثال يتضح هذا الكلام قد لا يكون واضحا ابتداء قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم الآيات طبعا نزلت هذه في سياق آيات الإفك في شأن عائشة رضي الله عنها فختمت آيات الإفك بهذه الآية وما بعدها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم طبعا فيما الذين يرمون المحصنات نزلت في الذين رموا عائشة أم المؤمن رضي الله عنها بالفعشة فأنزل الله هذا الوعيد الشديد فيهم طبعا هذه الآية وردت آية أخرى خصصة بإلا الذين تابوا وهي الآية التي في نفس السورة وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا هنا طبعا يرتفع عنهم الفسق ويرتفع بالإجماع ويرتفع عنهم عدم قبول الشهادة على الراجح طبعا الجلد لا يرتفع إذا ثبت لأن الجلد بالإجماع لا يخرجه الاستثناء فهذه الآية طبعا الاستثناء مخصص فهل يشمل هذا التخصيص صورة السبب ما هي صورة السبب هنا صورة السبب هي قذف عائشة أم المؤمنين هل تخرج من هذا الحكم لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قالوا لا إنما يخرج بالتخصيص ما عدا صورة السبب يعني من قذف غير عائشة فهذا الذي يرتفع عنه حكم الفسق قال المؤلف عندكم كما في الكتاب فإن هذه الآية نزلت في عائشة خاصة أو فيها وفي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس في قول إن الذين يرمون المحصنات قال نزلت في عائشة خاصة وعن ابن عباس في هذه الآية أيضا قال هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الله لمن فعل ذلك توبة وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وإن كان مخصصا لعموم قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لا يتناول بالتخصيص من قذف عائشة أو قذف سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا توبة له لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي على كل حال هذه الفائدة فيها إشكال صحيح أن الذين يرمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد يدخل في الكفر لأنه تكذيب بالقرآن ولكن إخراجهم من قبول التوبة هذا فيه إشكال هذا فيه إشكال لأن الأصل صحيح أنهم أتوا بذنب عظيم وجرم شنيع وهو تكذيب للقرآن لأن الله برأها فمن رماها بعد ذلك فقد كفر لأنه كذب بالقرآن هذا ما فيه إشكال لكن الإشكال في عدم قبول توبتهم إذا تابوا لأنهم يقولون هنا فمن قذف عائشة وقذف سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا توبة له لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي إن كان قصدهم بلا توبة له أنه يقام عليه الحد فالحد يقام حتى على من رمى وقذف غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب فإن الجلد فإنه يجلد ويقام عليه الحد وإن كان يريدون بأنه لا يتوب ولا تقبل توبته فمعلومون أن الله سبحانه وتعالى ليقبل التوبة من أي عاص حتى لو كان ذنبه الشرك فإن الله يقبل توبته فهذه الفائدة محل نظر نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر